تناول القرنفل في رمضان، ولكن لا ترتكب نفس الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس، ماذا يحدث عند تناوله؟ ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت مسلم، ادعمنا بأعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، وإذا كنت تناولت القرنفل ولو لمرة واحدة، اضغط لايك، واشترك في القناة، وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد، كبش واحد من القرنفل بهذه الطريقة يخلصك من هذه المشكلات الصحية، فوائد القرنفل، أسرار رائعة عن القرنفل، قبل أن نبدأ، دعونا نتفق أن القرنفل يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تجعل من إضافته للأغذية أمر مفيد للصحة، سواء كان بشكله الكامل أو المصحوق، بالإضافة إلى كونه يحتوي على عناصر مهمة للحفاظ على صحة الجسم، فهو قليل الصعرات الحرارية كذلك، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يمتاز بها القرنفل، فوائد القرنفل العامة للصحة، يعد القرنفل مسكنا وعلاجا قويا لآلام الأسنان، حيث يستخدمه الأطباء في حشو الأسنان، يعمل على تسهيل عملية الهضم والتخلص من الانتفاخ وعصر الهضم، للقرنفل دور كبير في حماية البشرة وإعطاؤها الجمال والنظارة، وعلاجها من الالتهابات وحبوب الشباب التي يعاني منها الكثيرون، يحافظ القرنفل على نسبة السكر في الدم، يحتوي القرنفل على زيوت طيارة تقلل من آلام الحلقة، يعمل على تخليص الجسم من البكتيريا والسموم التي توجد في الدم، ينشط القرنفل الدورة الدموية، يعد علاجا قويا للسعال والربو، ويقضي على نزلات البرد والرشح، يعمل على توسيع الشعب الهوائية وانتظام عملية التنفس، يحمل القرنفل للإنسان من التعارض لأمراض كثيرة، وخصوصا أمراض السرطان العين، ومنها سرطان الرئى وسرطان الجهاز الهضمي، يعمل على تقوية القلب والكبد، يحافظ القرنفل على سلامة العين، ويمنع ضعف البصر ويقضي على غشاوة العين، يعد القرنفل مطاهر قوي للفم، ويقضي على رائحته الكريهة نتيجة وجود البكتيريا، يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على استقراره، يقوي القرنفل عظام الإنسان ويمنع تعرضه للهشاشة، كما يقوي المفاصل ويسكن الآلام، يتخلص القرنفل من التهابات الكلا، يقوي مناعة الجسم، لذلك يمنع تعرضه للكثير من الأمراض، يحتوي القرنفل على مضادات للأكسادة التي تعمل على تقليل الوزن الزائد عند أصحاب السمنة، لذلك ينصح بتناوله لمن يرغبون في التخسيس والقضاء على دهون الجسم، يدخل القرنفل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل مثل زيوت الشعر وبعض كريمات البشرة، يهدئ الأعصاب ويقلل من التوتر والقلق المستمر بسبب الضغوط النفسية والعصبية، يقوي القرنفل الذاكرة ويعمل على زيادة التركيز، يحل جميع المشاكل الجلدية التي تصاحب الجلد مثل الجرب، يقتل الجراثيم والمايكروبات التي توجد في الجروح، يستخدم القرنفل لعلاج ضيق التنفس، لذلك ينصح بشرب كوب يوميا لمدة إسبوعين على ريق، مفيد لتصلب الشرايين والأوعية الدموية، يعالج الحصوات التي توجد على الكلا، طريقة عمل مشروب القرنفل، المكونات، معلقة صغيرة من القرنفل، كوب من الماء، كمية من السكر حسب الرغبة، طريقة التحضير نحدر كوب التقديم ونضع فيه معلقة صغيرة من القرنفل، نضيف كمية من السكر إلى القرنفل حسب رغبة كل شخص، نترك كوب التقديم جانبا ونغل الماء، نحدر وعاء عميق ونضع فيه مقدار كوب من الماء، نضع الوعاء على النار حتى يغلي الماء نسكب الماء المغلي فوق القرنفل نقلب المكونات سويا حتى تذوب تماما ونحصل على مشروب ساخن يقدم مشروب القرنفل ساخنا ما الذي يمنعك أن تستخدم القرنفل؟ اجعله الآن من ضمن نظامك الغذائي لتنال كل هذه المزايا وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم